عمرك ما تقول أنا الستات لا ده أنا فهمهم ده أنا أكتر واحدة أفتعمل معاهم يبقى مش فهم حاجة خالص يعني مثل تلاقي الست فرحانة وبعد شوية متضايقة يجي الراجل يسألها طب مالك فيك إيه؟ تقوله مفيش يا ستي مالك أبوس إيدك فيك إيه؟ مفيش وبعدين هي بقى بينها بين العقل والباطن بقى إيه؟ مفوض يفهم لوحده مفوض يحس بي الاهتمام ما بيتطلبش يسيبها ويمشي تزعل طب يقعد جنبها ويزن ويفضل يتحايل يا ستي مالك طب عشان خاطر طب قوليلي طب مالك فيك إيه؟ لأ أنت متغيرة فيبقى الراجل يجيش تكي يقولك إيه؟ طب هي لما بتبقى زعلانة أسيبها وامشي تهدى تزعل طب أفضل لازم تمسك برأيها أكتر وتقفش أكتر وتعند أكتر اللي ما يعرفوش بقى رجالة كتير إن إحنا أصلا كستات أصلا أصلا ساعة ما بنفهمش نفسنا مش هقول بقى إحنا مش فاهمين ساعات فعلا أنا كست بوصل مرحلة هو أنا هو أنا بعمل كده ليه؟ هو أنا عايزة إيه؟ طب أنا بتعلا نقصد إن أنا الكلام اللي بقوله ده ساعات كتيرة على فكرة بجد بأمانة وبصراحة إحنا كستات بنقول كلام بنبقى عايزين عكسه يعني أنا ما أقوله لو سمح سيبني دلوقتي أنا مش طيقة شوف وشك دلوقتي سيبني وامشي لو فتح باب الشقة ومشي أزعل وتقهر وبعد كده مثلا تيجي مامتها تيجي تسألها تقولها طب يا بنتي بنتي اللي قلتيله يمشي لا بس برضو مفروض يقعد وميسيبنيش وهنزعلانة طب ما إذا كنا إحنا إحنا مش فاهمين نفسنا الرجالة بقى تعمل إيه؟